في كتاب اسم معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى وفي كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير عليه رحمة الله أيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية من سورة النساء الآية تزعى في الآية تزعى وخمسين البغوي رحمه الله ذكر كلاما كثيرا لكن نحن ذا نشوف من هم أولو الأمر قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله صفحة خمسمية واحد وخمسين من الجزء الأول قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اختلفوا في أولي الأمر فقال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم يعني عن ابن عباس وعن أبيه العباس وعن جابر رضي الله عنهم قال هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم وهو قول الحسن القول ده إنهم ديلا العلماء قال هو قول الحسن والضحاك ومجاهد ودليله قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قبل ما نجل إلى القول الثاني الناس يا جماعة لما تجي فوضى في البلد وتجي فتنة ما يتابع أي زل أي زل عنده حنجرة ولا عنده صوت ولا بدغدغ عواطف الناس ولا كذا ولا كذا ولا الناس يحضروا لكثير قلازي اتبعوه الله قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم طيب قال وقال أبو هريرة هم الأمراء والولاد ديليا هنشنوا الذين في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ده تفسير البغوي رحمه الله تعالى شوف تفسير ابن كثير رحمه الله جل وعلا صفحة أربعمية أربع وربعين لأربعمية خمسة أربعين بعد أن أورد الآية وذكر مجموعة من النصوص قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكره فكره فليصبر قال فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية أخرجاه أي في البخاري ومسلم في ناس يقول إن ده شهيد هفهم الكلام ما يخش شوق بيرك صساي حرية حرية وصفقة وبنات بر البلد شغالات كذي ثورة قولوا معاي ثورة لقيت في مقطع قولوا معاي ثورة شغالين كذي زي ما كانت الخيات شغالين ديال بيجنب بر وحدين جوا برضو يسرخوا وحدين كذا وكذا مظاهرات فيها نساء فيها نساء ددين في السلسلة الصحيحة للألباني أن أم كبشة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إئذن لي في الجهاد معك جهاد عديل مع الرسول عليه الصلاة والسلام قالت لا أنا ما أرك معك إئذن لي في الجهاد إئذن لي قال لا قالت يا رسول الله أداوي الجرحا وأسقي العطشا أنا ما بشي السيف بس ماشي مع المجاهدين بداوي الجرحا وبسقي شنو العرشا قال لا وأسقي العطشا قال لا ارجي اجلسي قال لا اجلسي لألا يقال محمد كان يغزو أو غزى بامرأة شام ما يقولوا جاهد بالنساء مرق بالنساء دي لسي ولا جهاد باطل ذاته خروج وما رقين معاهم النسوان ورح وصفقوا لهم وجيبوا مقطع ولدين وشاعلين ومعاهم بيت قدام الحكومة يخدتوا شنو صباره ويشربوا منه يعني ذا انتصار خلاص شربتوا موية قدام الحكومة واحد رافع ليه بيتقال لك في كتفه وها نجح التب دي ابوه وين دي امه وين دي اهله وين والله الذي لا الى غيره تبرج وكمان واحدين معتصمين وقالوا دايري الرحمة دا كاترة يا اخي يقولوا الحاكم جوه عن الناس والحاكم ادىنا وجور زهيدة وهون يعتصموا يخلوا الشغل انتو شغالين شنو انتو بتصلحوا عربات بتتحمل تخلوها يومين ثلاثة قاعدة ساي انتو بتعالجوا في بشر عيانين دا انتقام من البشر المرضى دي الظريفة كنا في سنار سمعنا قالوا في مظاهرة في منطقة من المناطق في اعتصام قالوا العيانين مرقوا بدي ربات ساوين مظاهرة البلد دي نجحت علي قالوا والله الذي لا الى غيره دي العيانين ما قادرين يقعدوا برضو مرقوا هسوى الله الحافظ هوا استخل على الامة دي والله الذي لا الى غيره هانا اكتر شي حارقني انو الواحد بتدي الحديث والآية بعين لك كذف انها بقول لك هوي كلام كنته ما ينفع معنا قبل قلت لك اندار تكفر اكفر حديل قول الرسول كلامه ما ينفع معنا صلى الله عليه وسلم هوعك تلخبر هوعك طيب قال وعن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له هديد قابل بقى الله كيف يا اخي اصبر يا اخي اتحمل يا اخي امره يشتغل ادعو الله سبحانه وتعالى في قيامة يا اخي الكافر دا تراه دا يرحقه هنا ما بيختنع بين نصوص لكن المسلم دا عنده اخرة مش في اخرة ولا ما في اخرة لو ظلمك حاكم بتلقى حقك ولا ما بتلقاه فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون طيب قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعا مات ميتة جاهية رواه مسلم دا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى آداء الجزء اهل عمران والنساء دا التاني دا التاني صفحة اربعمية اربع واربعين لا اربعمية خمسة واربعين